اشتركوا في القناة ويلعب بطولته الصوتية جاكي شان لم يؤمن جاكي شان أولاً أن بوسع قطع الليجو أن تكون سيدة نفسها في الكونغ فو بواسطة الكمبيوتر لكن النتيجة التي شاهدها بعد أن أعطى تعليماته وتعامل مع هم الخبراء في الرسوم المتحركة أذهلته وجعلته يفتخر بالفيلم الذي يشاركه فيه صوتياً كل من دين فرانكو جاستن ثيرو مايكل بينيا وآخرون أنتج الفيلم بميزانية لامست المئتي مليون دولار أمريكي وهو يروي قصة قطع الليجو التي تدربت لتصبح مقاتلي نينجا يكتشف أحدها المقاتل الأخضر أن والده هو الشرير الذي يهدد حياة النينجا والذين عليهم أن يتعاملوا في وقت لاحق مع خطر داهم آخر إلى جانب تأديته الدور الصوتي لمعلم النينجا شارك جاكي شان في صياغة مشاهد الفنون القتالية وفي الثاني والعشرين من سبتمبر تصدر لعبة فيديو مرتكزة على احداث الفيلم المفعم بالألوان والحماسة رافي بعوصيان العربية خاليوود